من ضمن التحديات الأخرى اللي حضرتك كنت بتكلم عليها وهي التحدي الخاص بالأمن القومي المصري في الاتجاه للستراتيجي الغربي هو ليبيا من حوالي 6 أيام كده حضرتكو تشوفنا وزير الدفاع التركي نازل في ليبيا بدون ما يستقبل حد ولا يشوف حد ولا يقول لحد ولقناها كده نازل وبيرايح معرفش فين القاعدة الخاصة بتركيا وكأنه ما فيش دولة وكأنه اختراق للأمن القومي الليبي والأمن ده احنا بنحاول نساعد ليبيا عشان تقوم بنحاول نساعد ليبيا عشان كل الفرقاء يكتمعوا بنحاول نساعد ليبيا أن احنا نحاول أن نحنا نوصل في الآخر إلى نهاية هذه السنة إن شاء الله يبقى فيه انتخابات رئاسية وبرلمانية يقوم المحتل القديم ينزل بطيارة كده شكله وكأنه دي دولته وكأنه ما فيش دولة في ليبيا وده طبعا حصل خلاف ما بين الناس اللي احنا بنحاول نجمحهم مع بعض في الفترة اللي فاتت والمجهود الكبير جدا من الدولة المصرية عشان هذه الدولة ترجع تاني ونعدل الدفع عشان تقوم وتنهض ويبقى فيه إعادة إعمار ويبقى فيه صحة وتعليم وإنشاء مدارس وإنشاء كل حاجة إعادة الإعمار اللي مصر ممكن بشكل كبير جدا كان فيه اتفاقيات بتحصل ما بين الجانب الليبي وما بين الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء لما أخذ حداشر وزير ليبيا وتكلم فاتفرج على الفرق تأمل الفرق ما بين الدولة المصرية لما بيزور مثلا الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية خبط العامة المصرية لما بيروح يزور ليبيا وراح قابل المسؤولين في ترابلس وفي بني غازي وشوف الاستقبال المحترم للمسؤول المصري وتجولوا في الشوارع في ترابلس والرسالة اللي بتوضحها مصر في ان هي تزور الجهة دي وتزور الجهة دي اللي هم الجهتين اللي ان شاء الله حيبقوا جهة واحدة اللي هيها تبقى دولة واحدة فاتفرج على وتأمل الاسلوب الراقي والاسلوب الشيك والاسلوب اللي فيه احترام لسيادة الدولة الجارة وشوف الزيارة اللي حصلت من يعني الوزير الدفاع التركي لما زار شوف الفرق ما بين الاتنين فرق ما بين دولة بتحترم الدول الأخرى ودولة لا تحترم أحد سوى الخيالات بتاعتها النهاردة كان فيه لقاء ما بين وزير الخارجية المصري فامح شقري وما بين وزيرة الخارجية وزيرة الخارجية الليبية السيدة نجلاء أه الملقوشة وكان فيه وفد من الجانب الليبي موجود مع المسؤولين في مصر والحديث حوالين كل المشاكل الخاصة بدفع مصر للعملية السياسية وتثبيت التهدئة في ليبيا والأشقاء الليبيين للوصول بإذن الله تعالى لأننا إن شاء الله نشوف انتخابات في أواخر السنة دي أو قبل 24 ديسمبر تقريباً 2021